بس انا كنت سألتك سؤال هيك ببداية حديثنا انه قديش عطيت نسبياً يعني نسبي من عطائك الفني لغاية اليوم انا بحب قليك اذا هيكزبي يعني اذا بيعيش واحد بعد 30 سنة ما بيقدي لانه هلأ هلأ بحب قليك مين منعنا عن الانتاج مش اسرائيل عم تفهمي علي ما حكيتي شي مش اسرائيل بينها تني منعني الشركات العربية وانا رح انزل لو خسارها بدي انزل رح انزل هلأ ننزل الابوم موسيقى اللي انا بعتز اني انا اسست الموجة الموسيقية بالشرق المش موجودة الا كان فيه تم حدا يقول كان فيه عبدالوهاب وفريد الاطرش وكان رأسه للشرق العربي للشرق يعني لما واحدة بتطلعها تطرقص عربي بس هايدي الموسيقى العالية الكونية التي تدخل الكون واللي ماشي بالعالم العربي انا بشكرهم لانه يباع من الموسيقى قد ما بيباع لأحسن مطربية مش هو الضعاف اللي اللي بشارك استاذ الياس مشاريعك اسم الله كتير برنامج سوبرستار هو امريكان ايدل بالعالم بلش سوبرستار برهجة كبيرة اكبر بكتير من هلأ انما باميركا اللي بتابع امريكان ايدل بحس انه بحس انه رهجة هايدي البرامج بتزيد ما بتخف اليوم انتجيا نحنا عم ناخد صحيح كوبي بيست او مناخد فرانشايز للبرنامج انما هذا الشي ما بيكفي لانه لازم نعمل انتاج بحجم الانتاج ما رح قول مية بالمية متل اميركا انما رح نكون انتاج كبير هيدا شي عم يتطبق مع سوبرستار ولماذا هيدا التراجع ان كان من ناحية المشاهدة يعني فيه تراجع لنسبة مشاهدين سوبرستار ما عم بحكي عن المشتركين اللي بتابع بحس فيه اصوات حلوة حتى يعني اكاديميك كتير صار البرنامج انما مش جماهيري ليش ما فيكون اتنين اكاديمي وجماهيري انا واجبتي فاسكال اللي عملتها انا وقت اللي جيت وقلت للرئيس الحريري حديث وقلت له شانطال عفوا شانطال قلت له انا بنا نعمل هيك هيك نرجع هيدا ما كان فيه برنامج سوبرستار بعد اربع خمس سنين لما اتصلوا فيه بالادارة وقلوا لي فيه امريكا ايدل انا مكن ابدا بدي اعمل هيك بالرنامج قلت بقدر وطنيا بلبنان ندعم نعمل هادشي خلي الناس تلاقي ببعضها وبقدر رد الاصالي ردها مش ميحنة مش موجودة فيه صحفيه بيفهموا غلط كتبوا شي كأنه مش فهمين شو عم بقول مش انا عم بقول عم ردها انا مش عم بقول ساعت هي موجودة خفيها الاعلام العربي واللبناني خفيهم ما عادوا يذكروا حدا بحب ذكرهم بس انه عبد الحليم حافز وفيروز من سنة ونص سنتين عملت راديو سوا استاتيستيك دراسة تلعوا الاولين بالباع له هلا ما يجربوا يكسبوا على العالم ما فيه جديد بالموسيقى فيه ولادة جميلة للنغم ما فيه حدا احسى من حدا موزار هلا بعد مليون سنة رح يبقى موزار ايام موزار وبتوفي انت بتعرفي ميفكي رئيس جمهورية وملك ووزير ما حدا بيبقى الفنان الاول هو الموسيقي بعدين بيجي الشاعر بعدين بيجي الرساب هو ده اللي بيبقوا بالتاريخ لان خلقين بس قبيق سوبرستار اليوم سوبرستار بحب اقول بدأنا بجزء متعلق فيك لان انا انا تقلك سوبرستار بدو شو يعني شو كيف مش يجيبوا شو شو واحد يحكي انا لما جيت انا حكوجة كنت اول سنة ولو طلع الاول سوبرستار من بعد عشر يوم يعني جمعتين ضرب الدني مظبوط وهذا السؤال عن تراجع سوبرستار اليوم ضرب الدني انا هلا ازا حكيت هلا عنا خينة سامير حمود هو المدير هلا من بعد نديم بس نحكي هيك شي يمكن هيك بصير شوية عنده حساسية يعني مش معود بعده على الاعلام انه الاعلام لازم يكون صريح هو مدير لانقول هو مدير تليفزيون المستقبل الحالي انه بس بحب مدير التليفزيون ما عنده المام بالبرامج الفنوية لا مش هيك عم بقول مش معود على لما الانسان بدو يطلع يحكي ما انا بحكي عن عائلتي اذا في دفو عن المعارضة يعني عن الشكوى عن مثلا انا المطلعت اول سنة شو كنت قول قول ليكو هلا اني البرنامج نجح وشفتوا انه مش البناء مش الجمهور عايز كده فاذا لما رجعنينهم الاصالي لهلا عم ينفحصوا حتى ببرنامج غسان اللي بيحطوا ليش برنامج غسان كل شهرين بيوقف وبيرجع بيعدو لانه في واحد بيحكي وبيلهي العالم بعد ما فهموه الناس ممكن تعملي برنامج بيحكي واحد وحده بيلهي قد ما تحطي 200 الف مليون دولار على البرنامج وما بيلقى ما قلو علاقه هاي دي خبرة للناس اذا انت عم تسأليني واذا انا عم بيحكي للتليفزيون اللي عم بيشتغل معه لانهن اصدقائي ما بدوا يفهموا علي ما فيك انت انا فهمك انت مش شغلتك تفهم طيب انت شو بتحسم سوبر سار اليوم اذا انت اليوم اخدت الجرين لايت تدول اخطر انك انت تعدل شو تعمل انا لما كنا كنا اول شي ثلاثة كان معي عبدالله لقعود اللي هو اخلاقه كتير 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 لذيذ واول شي كان يستحى هو بيعرف انه ما كان يحكي كتير صرت انا ما تشوفوني اول سنة قلقط ايده وقل له ان هذا هو الجزار وندحك بده شو انا بالشو صغير بعمله وكانت تونيا تحكي عن لانهن حتى اللجنة الامريكية هنه اشخاص فيموس ومن بروديوسر لبول عبدول لكل الموجود لسايمون يعني كلهم هنه اشخاص عندهم كاركتير يعني مطلوب الكاركتير بلجنة التحكيم هلا كنت انا خبر قصص طيب كانوا الناس يتلفنوا لي مين مش ناس يعني بس انه المشفاضيين يشوفوا السيركوين بونكار بالدول العربية مدى البانك رئيس بانك مدى شو يتلفنوا لي لان كانت تلفونات فوق بعضا من جميع من امراء ومن رؤساء كان ايه عم بقول عم بقول لانه فيه له رهجة اول شي الانسان لا بيتفق كمان انا اسألهم لا عم تشوفوا قالوا لما شفنا الدعاية الدعاية انه فيه لياس رحباني سوري انا كله عمر مسح بيقولولي مبارحا بيقولولي فيه ما بنعرف لك هاي ما بنعرف لك هاي لانه ما بقول الحقيقة بحكي وبصور حاوال انا بقوله شايف حاله بس انا عرفه اسمي لانه خيئ من بيت الرحباني بالعرب الفصيح انه شفنا لياس رحباني فتحنا رئيس بنك شو اسمه حاكم بنك مركزي اول واحده حاكم بنك مركزي مطرح تاني مش عم بحكيك عن المحامين ساقة فيك صار فيه نسبة مشاهد كبيرة بالبرنامج شافوا لأول مرة وخبروا بعضهم وصاروا يعطوا اخبار لبعضهم حطوا عيالكم عالتليفيزيون بس اليوم انت بعدك موجود بالبرنامج بس نزلت اسمه بالبرنامج بس انا ما عم بحكي بقى هلا من جمعك اننا عم نتعشى طب ليه ما عم تحكي بقى عم نتغدى سوا نحنا وسامير واسخاصة وعم نحكي انه شو لازم وما لازم وكذا طيب هاي ضمن الاشياء اليوم انا يمكن انا هلا ارتبط ببرنامج تاني عرفتي كيف يعني انت ما حتكون بالسيزن القادم ما بعرف لانه مش هارف اذا فيه سوبرستار مش معروف اذا كان رح يكون رح تكون موجود فيه يمكن انا ما بترك انا ما بترك لانه لما توفق الحريري صار عندي عهد انه انا يقوله انه بسمات الحريري فال انا مش من النوع انا نوع اللي بحب بقول هلا للعالم كله انا بخبر نكت عن الطيران بس انا بقولك بالحقيقة الدراما واودع كل مرة لما بطلع بالطائرة كون ودعت الحياة نهئيا انه انا مش رح ارجع يعني تخلف هاي دي النكتي اللي موجودة عندك بتركيبتك موجود شخص هيك عنده عايش دراما طول الوقت بس يمكن انت بترفيه عن نفسك بالنكتي انا مني عارف بالاول انه فيه طيارة انا لما قبلت مع اساس فيه طيارة بس لما قل فيه طياران ما لي عين بقى قلت انا وايجى عندي وجباتي وجباتي اللي بدي اعمله وطنيا وينجح بدي انجح امام النجاح يعني رحت مرة ومرتين وثلاثة عامريكا الجنوبية من شين مسل لبنان ومن شين كون انه بدي انشر موسيقى لبنان وانا انشر انه اللي بعمله لهذا الشي لما طلعت طلعت بالطيارة بس معناتها لما بطلع لازم يعرف امثل معي انه انا بجيني شغل كتير غالي اوقات ما بروح بالطيارة بس تفاهمهم عم بطلع بكرمال وعدة اللي ما بيفهم يفهم لانه فيه كتير مش فهمانين اللي بدي اياهن يفهموا ما عم يفهموا لانه منهم على الانسانية العالية لما بحكي ما عم بنتقد انا تنتقد حدا هنا حدا ما بحياتي بعملها انا عندي احترام من الصغير للكبير رئيس جمهورية بالنسبة لي هو واللي بيصلح السيارة بيقعد مع طبع السيارة انا ساعتين وثلاثة بحكيه بالسياسة بحكيه بالحياة وبحكيه عندي لزة الانسان موجود مع اي واحد اضطراش منهم العظماء هادي كل يوم كان فيه شريعة الفقراء يعني يبدأ من هم العظماء عم بيقول لي واحد نحن العظماء قلت له ما فيه عظماء هاي العظماء النجار والبناء والالأزاز والحداد هيدا اللي بيخليه يعيش لشيكسبير وقال له ما فيه شيكسبير ولا فيه بيتوفن ولا فيه حدا حيش تقبلوا لي هؤلاء العظماء ابناء المجتمع هود اللي بيشتغلوا على الارض هؤلاء هم كل شيء هم الحياة هو النبض هو مش رئيس الرئيس إذا صار له شيء أي رئيس جمهورية بيجيبه غيره بس الشعب لما ما بده يشتغل وبيعمل ما بيقدروا يجيبه شعب غيره صح ما عم بيفهموا الناس شو عم نحكي أنا عم بيحكي بصراحة أنا زلمي الشعوب هي اللي بتعمل الدول وليس الرؤساء أول سنة أنا كنت عم بيحكي اللي بديه ما حدا قال لي شيء صور طفلتين اللي بيعملوا أنالياس وخبروا النكر صار الناس بس تاني سنة يعني ما دخل المدرأ ويجوا حدا قالنا من جوا أنه هيدا بعد تاني سيزن ولا تالت سيزن تاني تاني سيزن تاني تاني واحد بس يعني إذا يعني نزعجتها الأدى ما كان لازم تترك وتمشي ولا كانت مسؤوليتك تجاه الراحل الحريري تعرف شو بقوله الناس تعرف شو بقوله الناس لما مات الحريري حليني لك الناس تعرف شو بقوله ما بقى يشبع ترك لأنه شبع بس بس الياس الرحباني هل بيكترس شو بقوله الناس واصل هل بتكترس بكلام الناس يعني إذا ما كان ما بدي خلي أنا لما فيروز وعاصي افترقوا شوي حملونا العيلي وحملوا فيروز وحملوا وعاصي إنه ما لكم حق تفترقوا نحنا هاي المحبة اللي منحبكن هي هاي مسؤولية الناس لازم تضحوا وتعهدوا مع بعضكم هاي دي أنا مني نسية أنا لما بفوت على مطرح ما بقدر اطلع منه لأنه بحس فيه إنسانية تعلقت إذا مش فهمين علي الشخص المسؤول فاهم واحد تاني فاهم شخص غيره وفيه أشخاص من جوا اللي صداءة معهم ما بقدر وخصوصا لما غتيل استشهد الرئيس الحريري خلص نواي ترجمة نانسي قنقر